اشتركوا في القناة مرحبا بك أنت أيضا ابقوا مع ضيوفنا الكرام دعونا نتوجه مباشرة للعاصمة الفنندية هلسينكي مرة أخرى مع مراصلاتنا شيرين يونس المتواجدة هناك مرحبا بك شيرين ضعينا في صورة آخر تطورات الوضع لديك وهل وصل الوفد الروسي برئاسة فلاديمير بوتين للقصر الرئاسي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعم مهند يعني لا نزال بانتظار هذا الوصول ربما خلال الدقائق القليلة المقبلة سيصل الرئيس الروسي فهو بالفعل غادر المطار قبل دقائق معدودة وسيصل في غضون الدقائق القريبة إلى القصر الرئاسي ستكون هناك مراسم استقبال إلى حد ما مقلصة أو صغيرة ومن ثم يبدأ اللقاء المشترك بين الرئيسين الروسي والأمريكي نحن نتحدث عن تأخير ربما أيضا في المؤتمر الصحفي بسبب تأخير وصول تأخر وصول الرئيس الروسي عن الموعد الذي كان محددا وتأخر طبعا البدء بكل المراسم بكل الأحوال اللقاء خصصت له الساعة ونصف الساعة وقد يمتد لمدة أطول ومن ثم سيكون هناك مؤتمر صحفي مقلص يعني نعول عليه في الحصول على بعض المعلومات هناك تعتيم كامل في الجانب الأمريكي والجانب الروسي على ما سيدور هناك ملفات طبعا مطروحة سيناقش فيها خلال هذا الاجتماع لكن التفاصيل والمواقف الأساسية ليست معلنة حتى الآن الجانب الأمريكي يضع الكرة في الملعب الروسي والعكس صحيح الروس يقولون أن الأمر يتعلق بسياسة الولايات المتحدة في مختلف الملفات على كل المهند دعني أرحب بضيفتي هنا الإعلامية مونا دويبية أهلا بك مونا أولا كيف تتوقعين أن ينتهي هذا اللقاء هل هو قمة أم مجرد اجتماع ثنائي هو قمة بكل المقاييس لأن هذه القمة كانت أريد لها أن تقع منذ فترة طويلة ولكن للأسف لم يتسنى للطرفين إلى عقدها الآن ربما الاجتماع في حد ذاته أو هذه القمة هو نجاح بحد ذاته لأنه استطاع أن يجمع طرفي النزاع مع بعض وربما الملفات التي ستطرح كما كنت أشرت يمكن أن نذكر منها الملف السوري التواجد الإيراني في الجنوب السوري ولو أنه كان هناك وفد إيراني كان قد وصل إلى روسيا منذ فترة قصيرة بالضبط قبل انعقاد هذه القمة في إشارة إلى أن إيران موجودة وفي إشارة إلى تثمين هذه العلاقات الإيرانية الروسية والتي لا نتوقع أبدا أن يحصل فيها تنازلات لأن الرئيس الروسي ليس على استعداد لتقويض هذه العلاقة مع إيران فقط لمجرد أن نلتقى مع الرئيس الأمريكي طبعا هناك لازل بد أن تكون مجموعة فقط دعيني أنوه بأن موكب الرئيس الروسي من المتوقع أن يصل خلال الثواني المعدودة إلى القصر الرئاسي كما نرى هو قريب جدا من القصر تحدثت عن الملف السوري بشقه الإيراني وهناك ملفات أيضا أخرى هناك من يقول أن الملف السوري قد يكون القضية ربما الأكثر توافقية إلى حد ما في قضية الشمال السوري قد يتم هناك اتفاق على حال حالة معينة هل توافقين هؤلاء؟ الولايات المتحدة لا تريد بقاء قواتها في الشمال السوري وهذا تدل عليه كل الاتصالات والاتفاقات التي حصلت مع الأكراد فيما سبق والولايات المتحدة لا تريد أن تضع نفسها في دائرة ضيقة وبالتالي فهي لا تريد فقط الآن الوصول إلى اتفاق فيما يخص الجنوب السوري أكثر شيء لأنه بالنسبة إليها العدو اللدود هي إيران وبالتالي تريد أن تحاصرها في كل المواقع وهذا ما يجعل من سوريا جنوبا نقطة والصديق هو إسرائيل بالضبط فبالتالي أنه الآن كل الأنظار المتجهة نحو هذا التوجه فيما يخص الملفات الأخرى التي يمكن أن تطرح أيضا أنا أتوقع بأن لا يتم التعاطي أبدا مع شبه جزيرة القرم التي يعني كثر الحديث بشأنها لأن هذه المسألة ربما ستكون بالنسبة للرئيس الأمريكي يعني كأنها حاجز لهذا اللقاء ولهذه المحادثات فبالتالي التصور بينه سيتحاجل أنه رجل ذكي ومفاوض فسيتحاجل هذه المسألة في إشارة إلى أنه أيضا يغض الطرف يعني هذا الاعتماد على تصريحاته التي يقول التي عندما سألوه إذا كنت ستطرح القضية قال سأرى فبالتالي أنا أتصور بأنه سيغض الطرف في إشارة إلى أنه يعني يمد اليد إلى الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أما فيما يخص الملفات الأخرى كمثلا بالنسبة للتواجد الروسي أيضا فيما الملفات الأثنائية الأخرى ربما سيتم التعاطي في يعني لا يمكن التصور لأجندة حقيقية لأن الرئيس الأمريكي دائما عوادنا على أنه يقلب الملفات ويقبل الأجندات فبالتالي ليس هناك من ملفات نستطيع أن نقولها ولكن نحن مجرد أن فنقول بأن نتوقع ما يمكن أن يحصل هذا هو أكثر شيء أشكرك جزيل أشكر الإعلامية مونة دويبية إذن مهند يعني موكب الرئيس الروسي يدخل الحي الموجود فيها على بعد أمتار باته من القصر الرئاسي في هيلسنكي وبالتالي هذا يعني أن الاجتماع على موعد قريب يعني منه وبعد دقائق ستبدأ المراسم الرسمية لاستقبال بلاديمير بوتين نذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصل أمس والتقى هذا الصباح الرئيس الفنلندي في زيارة رسمية صاحبته خلالها عقيلة مراسلتنا شيرين يونس شكرا جزيلا لك على نقل الصورة من المركز الإعلامي هناك في العاصمة الفنلندي ننتقل مباشرة إلى هذه الصور المباشرة من وصول موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القصر الرئاسي بانتظاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن وصل رئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هبوط الطائرة بأقل من عشر دقائق يصل هذا الموكب الكبير والضخم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي تحضيرات أمنية وعسكرية كبيرة وكبيرة جدا لزعيمي قطبي العالم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بانتظار لقاء كما ذكرت مراسلتنا شيرين سيمتد إلى ساعة ونصف الساعة الحديث عن ملفات عديدة وساخنة في المنطقة ومنها ملفات الشرق الأوسط على رأسها الملف في السوري التواجد الإيراني في المنطقة وخصوصا في سوريا قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وقضايا عديدة ومهتمة ومشتركة بين الأطراف خصوصا بين الطرفين الأمريكي والروسي يأتي هذا اللقاء في خضم لربما نوع من الخلافات في المنطقة هذه صور مباشرة من دخول الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ويصحبه الوفد الروسي إلى باب ومدخل القصر الرئاسي للقيام بهذا لقاء لقاء القمة المرتقب بانتظار أكيد مخرجات هذا اللقاء جميع الأنظار العالمية الإيرانية ربما الروسية والأمريكية وأيضا الأوروبية تنتظر وتنظر إلى مخرجات لقاء روسي أمريكي مهم يأتي في خضم الحديث عن أزمة سورية تصل لربما ملامحها إلى النهاية مرحلة سياسية مستقبلية أيضا في الشرق الأوسط خصوصا في إطار الحديث عن صفبة القرن الأمريكية من المتوقع أن يكون هناك وكما ذكرت شيرين مؤتمر الصحفي للأطراف المشاركة للرئيس الروسي بلاديمير بوتين وأيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا وزير الخارجي الروسي أيضا يصل سيرجيل لفروف في هذا اللقاء الوفد الروسي وصل بشكل نهائي إلى مقر الرئاسة في هيلسينكي لمتابعة كل هذه التطورات دعونا نتوجه مباشرة إلى السيد عبداللطيف الحصري مرحبا بك مجددا سيد عبداللطيف ما مدى تأثير هذا اللقاء على العالم بشكل عام على منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص خصوصا ونحن نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا طرفي نزاع نقيضين لربما في عديد من القضايا خصوصا في الميدان السوري في السنوات الأخيرة أيضا الوقع ستطرح كعديد من القضايا ولكن أهمها سيكون بالطبع إيران والملف السوري صفقة القرن لا أتوقع أنها محور النقاش ولكنها أحد محاور النقاش هناك محاور أخرى أكيد الكرم أكيد الانفصاليين في شرق أوكرانيا أكيد ملفات دولية أخرى والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في البلدين ولكن الملف الأجدر والأهم في تصوري سيكون هو سوريا والتواجد الإيراني في سوريا ولكن يجب أن ننتبه جيدا أن الحديث تبدل لا يدور الحديث عن إخراج إيران من سوريا بدأ الحديث اليوم عن احتواء إيران في سوريا يعني خروج أمريكي تام من سوريا مقابل احتواء الوجود الإيراني في سوريا ولكن في الأساس في تصوري هناك اعتراف غربي أمريكي بأن العالم بات من قطبين وهناك اعتراف في عدم إمكانية الغرب بعزل روسيا بوتين يأتي مرتاحا جدا إلى هذا اللقاء بينما ترامب يأتي مع كيس مشاكل على ظهره ترامب بارع جدا في ابتزاز حلفاءه ولكنه فاشل جدا في فرض أجندة على خصومه نعم سيد مارك فيما يتعلق بنقطة أخرى فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القضية هناك من يقول بأن القضية الأكثر توافقية والأكثر تفاهما ما بين الجانبين هي قضية سوريا خصوصا بعد تصريحات أمريكية كثيرة قبل عدة أشهر أعلنت نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى وزير الخارجية بخروج قوات أمريكية من الميدان السوري مقابل عدد من التفاهمات بالفعل ربما هي القضية الأكثر توافقية بين الطرف الروسي والأمريكي هناك نقاش داخل الإدارة الأمريكية حول هذا الملف ترامب صرح منذ زمن أنه يريد إخراج قواته من سوريا وتصرح بذلك وفي كل مرة كان يصرح بذلك كان يأتي وزير الأمن ماتيس ويصحح هذه التصريحات لذلك هذا الموضوع من غير واضح ربما قد تكون هناك تفاهمات حول الوضع في سوريا في نهاية المطاف سيخرج ترامب قواته من سوريا لا توجد لديه أي مصلحة إبقاء القوات الأمريكية في سوريا هناك إسرائيل من تضغط عليه لإبقاء الحضور الأمريكي في سوريا وأن يكون هذا الحضور جزء من مفاوضات حول الحل النهائي في سوريا ربما تكون تفاهمات حول سوريا ولكن ماذا سيحصل الجانب الأمريكي من الطرف الروسي بالمقابل ولا يوجد أي شيء أراه أن روسيا يمكن أن تمنحه لأولاد المتحدة هذا استمرار للانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط هذا الانسحاب الذي بدأ في عهد أوباما وترامب سيشدد بهذا الاتجاه سيسير بهذا الاتجاه نعم سيد إلداد بالفعل وكما قالوا الضيوفنا بالستوديو إن كانت هناك تفاهمات فيما يتعلق بالجانب الأمريكي والروسي ولكن ليس بالسهل على الجانب الروسي بعد لقائه بترامب أن يقوم بالتنازل عن الحليف الأبرز لعدة سنوات طويلة كان في الميدان السوري وهو إيران طب تحليلي يختلف شيئا فحسب رأي المسلحة الروسية وأيضا المسلحة السورية هي ليس أن تبقى إيران كمسيطر وقائد على الدولة العربية نحن نرى هناك قاسم مشترك أكبر من الخصومات بين روافد والنواصب بين الجمهوريات والمولوكيات العالم العربي بالرمته لا يقبل أن يكون غير العربي يحكم على العربي فنحن نرى ذلك في العراق نرى ذلك في اليمن نرى ذلك في سوريا وفي لبنان فروسيا هي شيء آخر هي دولة عظمى فيمكن الاعتماد عليها ولكن لا يمكن لدولة علمانية ما زالت تؤمن بثوابت العروبة لا ما زالت تؤمن بفكرة الوحدة العربية أن تخضى للسيطرة الإيرانية الشيئية وحتى إذا قالوا أن هناك النصيرية هي طائفة الحاكمة فأن نصيرية ليست شيعة وليست شيعة خمينية فهذا أمر واضح جدا طبعا سوريا هي حليف لإيران حليف لأغراض متشعبة ولكن من الأفضل كثيرا ولا سيما إذا أراد الرئيس الأسد أو من يخلفه أن تتوحد سوريا في نهاية الأمر بين أغلبيتها من أهل السنة والمسيحين والأكراد وهناك دروز هناك الكثير من من الطوائف هذا لا يمكن القيام به مع تواجد إيراني لأن تواجد إيراني هو مصدر الخلافات مصدر الخلافات في العراق عام 2011 كانت إيران موحدة مصدرة للنفط دولة غنية كانت نوع من التوافق وكان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أن تخلف إيران والولايات المتحدة لأن تكون شرطي الشرق الأوسط كما كانت أيام الشه ولكن إيران هي دولة ثورية خمينية ليست دولة تريد الاستقرار هي تريد أن يخضع العرب هي تريد الاستلاء على الديار الحجازية وفرض هيمنتها على العرب وإلغاء جميع دول الشرق الأوسط ليست إسرائيل فقط فكل هذا الحديث أن هذه مشكلة إسرائيل هذه ليست مشكلة إسرائيلية الأغلبية السواد الأعظم من الإيرانيين لا يريدون ذلك الأغلبية العراقين بما فيهم الشيعة كما رأينا في الأيام الأخيرة وفي جنوب لبنان وفي سوريا الجميع لا يريدون أن تبقى إيران وأعتقد حس برأي خمينائي وروحاني أيضا قد يتفهمون ذلك نعم إذن نرى هذه الصور المباشرة الآن من وصول موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يصحبه أيضا وفد كبير من البيت الأبيض للقاء الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وصول هذا الموقب إلى القصر الرئاسي في العاصمة الفنلندية هلسينكي قبل قليل وصل وفد وموكب الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يصطحب بوتين وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف هنا الموكب الضخم أيضا من قبل وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى مكان القصر الرئاسي بانتظار هذا اللقاء المباشر طبعا للتنويه طائرة رئيس الروسي بلاديمير بوتين تأخرت عن موعد الوصول وبالتالي تأخر موعد اللقاء وكما ذكرنا سيكون هناك مؤتمر صحفي لمخرجات هذا اللقاء الثنائي لربما في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مدينة القدس هذا اللقاء وكما أشارت مراسلتنا سيتم التناقش فيه والحوار فيه لمدة تصل إلى ساعة ونصف الساعة داخلية معتمة إعلاميا لربما ولكن مخرجات هذا اللقاء ستكون عبر المؤتمر الصحفي إذن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القصر الرئاسي بانتظاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذه الصور المباشرة التي تصلنا من العاصمة الفنلندية هيل سينكي دعونا نتوجه ونعود إلى السيد عبداللطيف الحصر سيد الحصر فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي هناك نوع من القلق الأوروبي من مخرجات هذا اللقاء على عدة أصعدة أيضا يأتي هذا اللقاء قبيل زيارة مهمة كانت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا انتهت ببريطانيا تعطيني دقيقة في البداية أعطب على أقوال ضيفك من تل أبيب بداية الصراع في سوريا ليس صراعا سنيا شيعيا أو ما وصفه النصيري والروفض وإلى آخرين أعتقد أن هذا الضيف عبر عن أحلام يقضى وهواجز إسرائيلية صهيونية ليس إلا هناك حلف استراتيجي بين إيران وسوريا ومحور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني وهواجز كالأبيب تسمع في خلفية كلام ترامب وليس صدفة أن كان نتنياهو قبل أيام في موسكو ويهاتف ترامب اليوم صباحا من أجل الضغط على الطرفين لا احتواء الوجود الإيراني في سوريا والحديث يبدو اليوم عن احتواء وليس إخراج إيران من سوريا بالعودة إلى لندن في اعتقاد ترامب أهان الأوروبيين أهان الأوروبيين مرتين مرة في اجتماع الناتو وحيث فرض عليهم نسبي في تمويل التسليح إذن ما يهم ترامب من أوروبا هو ابتزاز أوروبا وتدفعهم الثمن مقابل الحماية وترامب لا يخجل بذلك وحتى دعم ترامب لمرشح اليمين في إيطاليا هو يهدف إلى خلق زعزعة وخلق لداخل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي يعلم أن حركات ترامب تهدف إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وهو يؤيد وجهة نظر تريزامي والتحالف بينه وبين تريزامي هو عمليا دق بين كل أوروبا وبريطانيا نعم لديك التعقيم سيد لاحظة سيد حصر لديك التعقيم سيد خبل أن تقل سيد حدث سيد حصري علينا أن نذكر ساتع الحصري فهو أساس العقلية السورية معناها استقلال العرب وأنهم لن يخذعوا لهيمنة إمبراطورية فارسية خمينية أسلامية متطرفة تعيش في الأحلام لسيطرة على العالم وفرض هيمنتها على الديار الحجازية المقدسة اليوم سوريا ليست بحاجة إلى إيران طبعا علاقات هو يتحدث عن احتواء احتواء معناه علاقات تابعية مع إيران طبعا كغيرها من الدول ولكن الحليف الأساسي للسوريا كما يريدونه السوريون المؤلون للرئيس بشار الأسد هو الاعتماد على روسيا وليس على آخر نعم سيد مارك فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي بالفعل كانت هناك زيارة مهمة لأربعة أيام تواصلت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك نوع من الخلاف ونوع من التوافق لربما حتى شهدنا اتهامات ما بين الأطراف الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق أنه كان هناك تصريح أيضا للرئيس الأمريكي قبيل هذه القمة بأن الأوروبيون وأيضا الصين أعداء ترامب منذ اللحظة الأولى لرئاسته لا يؤمن بكل التفاهمات التي أسستها الولايات المتحدة منذ سنوات الأربعين الولايات المتحدة أنشأت منظرات عالمية الأمم المتحدة البنك العالمي وترامب لا يؤمن بكل هذه التشكيلات وأنا لا أفهم لماذا هو يعتقد أن كل هذه الأمم سيئة للولايات المتحدة رغم أن الولايات المتحدة هي التي تحتضن كافة الشركات الكبيرة ولكن ترامب يعتقد أن كل هذه التفاهمات سيئة لذلك منذ اللحظة أولى لم يمكس يومين في الولايات المتحدة في رئاسته حتى ألغى اتفاقيات عديدة اتفاقية الشراكة السيوية أمريكية وأمريكية الشمال الأمريكية وانسحاب من اتفاق المناح وهو يظهر وكأن حل شمال أطلسي بات عدوا للولايات المتحدة ويكاد البعض يفكر أن الناتو لم يرسل بناء على طبع الولايات المتحدة جنود لأفغانستان على سبيل المثال هو يخلق قصة تهدف إلى إخراج الولايات المتحدة من كل هذه التفاقية هو اختتح حرب تجارية ليس فقط ضد الصين ولكن ضد المكسيك وضد الاتحاد الروبي وهذا الأمر يبلبل العالم كما ذكرنا هذه صور مباشرة من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طاقم الرئيس الأمريكي وهذا الوفد دعونا مباشرة ننتقل مجددا إلى مراسلتنا المتواجدة في العاصمة الفنلندية هلسينكي شيرين يونس مرحبا بك مجددا شيرين الوفد الروسي برئاسة رئيس روسي فلاديمير بوتين وصل إلى القصر الرئاسي بانتظار أيضا وصول رئيس سيصل إلى لقاء الرئيس الفنلندي والرئيس الروسي ستكون هناك مراسم استقبال أيضا رسمية سريعة يلتقط الرؤساء ثلاثة صورا تذكارية ويوقع الضيفان أيضا الكتاب أو سجل الضيوف وهي ضمن بروتوكولات هذه الزيارة ومن ثم يغادر الرئيس الفنلندي ويبدأ الاجتماع أو القمة بين الرئيس الأمريكي والرئيس كلها على طاولة الملف السوري ملف أوكرانيا وكذلك الملف النووي الإيراني والعلاقات الثنائية هناك تشكيك من جانب الصحفيين والمختصين في الشأنين الروسي والأمريكي بجدوى هذا اللقاء أو بالمخرجات التي سترشح عنه لكن بكل الأحوال متابعة إعلامية كبيرة لهذا اللقاء ليس فقط هنا في مركز الإعلام وإنما بجانب القصر الرئاسي وفي مواقع متفرقة من العاصمة الفنلندية أكثر من 1500 صحفي وصلوا لتغطية هذا الحدث من 61 دولة في العالم وبالتالي هذا يدلل على أن هذا الاجتماع وجوده بحد ذاته هو مهم للطرفين والأنظار تتجه نحوه بطبيعة الحال كان هناك تصريحات تحديدا في الجانب الأمريكي مثيرة للجدل وربما ملفتة الجانب الروسي بقي متحفظا إلى حد كبير على هذه الزيارة وعلى تفاصيلها باستثناء المتحدث باسم الكريملين لم يكن هناك أي تصريحات بشأن هذا اللقاء وهذا يدلل على طبيعة يعني محاولة التعتيم الروسي والإبقاء على صقف توقعات منخفض يرافق الرئيس الروسي وزير الخارجية سرديي لفروب ويرافق أيضا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الرئيس الأمريكي سيكون هناك هناك مؤتمر صحفي ومن ثم لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس الفنلندي قبل أن يعقد الأخير مؤتمرا صحفيا يلخص فيه استضافة بلاده لهذه القمة ولهذا الاجتماع نعم شيرين أخيرا وبدقيقة هل هناك تعويل من قبل ما ترينه من صحفيين روس أو حتى مسؤولين روس أو أمريكان على نوع من الاعتراف الأمريكي لربما بعدم وجود ونفي كامل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية واعتراف أيضا لروسيا بضم شبه جزيرة القرامل هذا متوقع في إطار الحديث عن نوع من التفاهمات الكبرمة بين الطرفين خصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسط مهند فقط دعني أذكر بما وردني الآن هناك تظاهرة لعدد ربما محدود من المواطنين لكنها يعني تظاهرة في محيط القصر الرئاسي ضد هذه القمة وضد الزعيمين بسبب السياسات سياسات البلدين في مجمل القضايا الدولية فيما يتعلق بسؤالك الأساس أو التعليق الأساسي الذي نسمعه من جانب الصحفيين هو أن هذه القضايا تحديدا ربما شبه جزيرة القرم قد بالفعل تطرح لكن ما من توافق بشأنها قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية هناك قلق في الأوساط الأمريكية أكثر منه في الأوساط الروسية جراء هذه القضية وتحديدا لأن الرئيس ترامب في تغريدته حمل المسؤولية الكاملة لتدهور العلاقات في هذه القضية أيضا لإدارة أوباما التي حولتها إلى قضية أساسية الآن وهي إرث لإدارة ترامب لكن بكل الأحوال ربما يتجنب الرجلان الحديث بشكل موسع في هذه المسألة أو هناك من يقول أنها قد تطرح لكن لن يتم التوصل بشأنها إلى تصريحات علنية أو يعني توافق معين لأنها من ضمن القضايا الأكثر إشكالية في العلاقات الثنائية بين البلدين شيرين يونس مراسلتنا المتواجدة في العاصمة الفلندية هلسينكي شكرا جزيلا لك على نقل الصورة من هناك مباشرة ننتقل مشاهدين الكرام إلى هذه الصور المباشرة التي تصلنا الآن من وصول موكب ووفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القصر الرئاسي بصحبة عدد من المسؤولين الأمريكيين من البيت الأبيض على رأسهم الرئيس الأمريكي وأيضا على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بانتظار أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي كان قد وصل سابقا ومعه الوفد الروسي ويصحب أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف في هذا اللقاء الهام المرتقب نرى هذه الصور المباشرة الآن من دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته إلى القصر الرئاسي بانتظاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لعقد هذه القمة الجميع وجميع الأنظار في العالم العربي في العالم الأوروبي في الشرق الأوسط في روسيا والولايات المتحدة ينتظرون نتائج هذا اللقاء الهام والهام جدا على عدة أصعدة نرى هذه الصور المباشرة من وصول الرئيس الأمريكي وزوجته للقاء القمة يصطح برئيس الأمريكي أيضا معه وفد من إدارة البيت الأبيض الأمريكية فضلا عن وزير الخارجية مايك بومبيو إذن هذه الصور المباشرة شاهدناه مشاهدي الكرام دعونا نشكر الزميل هنا مارك شولمن شكرا جزيلا لك سيد مارك أيضا سيد لاة طاردو شكرا جزيلا لك خبير العلاقات الدولية سيد عبداللطيف الحصر اللي كنت معنا بخدمة سكاب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك